استقبل مطار العريش الدولي طائرة مساعدات من باكستان لصالح الفلسطينيين بقطاع غزة الطائرة على متنها 53 طن من المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من منظمة المساعدات الإنسانية الألمانية ومجلس اللجوء النرويجي حيث جرى تفريغ شحنة الطائرة ونقلها بشاحنات إلى المخازن اللوجستية في مدينة العريش تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عن طريق ميناء رفح البري بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ووكلة الأمم المتحدة لغاوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا